قال الوزير الاول ايمن بن عبد الرحمن في رده على مناقشات بيان السياسة العامة بمجلس الامة ان الحكومة تبنت عدة قرارات لاعادة بعث المؤسسات العمومية الاقتصادية المتوقفة عن النشاط واكد بن عبد الرحمن ان مجلس مساهمات الدولة قد اتخذ عدة قرارات لوضع حيز التنفيذ مخططات تطوير لعدة من المؤسسات المتوقفة عن النشاط في انتظار مواصلة هذه العملية التي ستخص مؤسسات اخرى